السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ نلتقي اليوم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الرابع ابتدائي سوف نتطرق إن شاء الله في هذا الدرس لمفاهيم مرتبطة بالتقص والمناخ ونحاول أن نركز على دعم للمكتسبات السابقة في هذه المفاهيم فلنبدأ على بركة الله لنتذكر معا أعزائي التلاميذ التقص هو حالة الجو في مكان معين من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار لفترة زمانية قصيرة يوما أو يومين أو أسبوعا إذن هنا عندما نتحدث عن التقص فهو حالة الجوي في مكان من الأماكن الموجودة على الكرة الأرضية من حيث الحرارة تبهوا جيدا والضغط الجوي والرياح والأمطار لفترة زمانية قصيرة يوما يومين أو أسبوع ننتقل الآن إلى المناخ المناخ هو أيضا حالة الجو في مكان معين من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار لفترة زمنية طويلة قد تكون شهرا أو فصلا أو سنة من خلال تعريف التقص والمناخ نلاحظ أن هناك فرقا بسيطا يتعلق بالفترة الزمنية يعني التقص نقيسه في فترة زمنية قصيرة تتراوح بين اليوم والأسبوع أما المناخ فهو حالة الجوي لفترة طويلة قد تطول ابتداء من شهر وصولا إلى سنة ترجمة نانسي قنقر ننتقل الآن إلى عناصر التقص والمناخ نتعرف على بعض العناصر التي نحتاجها في التقص والمناخ من خلال هذه الصورة ماذا تلاحظون؟ أحسنتم أشعة الشمس هي دليل على وجود حرارة ممتاز نعم أيضا السحب والتي تنزل منها الأمطار والثلوج هي دليل على تساقطات مطارية وثلجية ممتاز وهناك أيضا سحب تحجب أشعة الشمس هذه السحب ما الذي جعلها تسير من مكان إلى مكان؟ إنها الرياح جيد أحسنتم إذن هذه العناصر التي ذكرناها أو التي تلاحظونها في الصورة هي عناصر المناخ ننتقل الآن إلى ملاحظة صور أخرى الصورة الأولى ماذا يظهر في الصورة الأولى؟ أحسنتم ثلوج هناك تساقط للثلوج وهناك أشجار عارية تكسوها ثلوج كثيرة جيد وماذا تلاحظون بالنسبة للصورة الثانية؟ لاحظوا جيدا أحسنتم هناك أشعة الشمس التي تستع يبدو أن الجو صافي إذن هناك جو مشمس ننتقل إلى الصورة الثالثة ماذا تلاحظون فيها؟ نعم إنه رجل يمشي في شارع تتساقط فيه الأمطار إذن هناك تساقط للأمطار هذه الصور الثلاثة التي شاهدناها معاً هي حالات مختلفة من حالات التقص والذي يسود مناطق متفرقة من العالم وفي أوقات مختلفة ننتقل الآن إلى التعرف على عناصر المناخ نستعمل الخطاطة التالية عناصر المناخ أول عنصر الحرارة التي تساهم في تبخر المياه الموجودة في البحار والمحيطات والأنهار فتصعد هذه المياه المتبخرة إلى السماء ثاني عنصر وهو الرطوبة والثكاتف ماذا يحدث للمياه التي تصعد إلى السماء تحدث لها تكاتف بحيث تتحول إلى سحب وماذا يحدث لهذه السحب التي تكونت سوف تأخذها الرياح من مكان إلى مكان وتذهب بها إلى أعالي الجبال وإلى المنبسطات وإلى مناطق أخرى بعيدة عن البحار ثم العنصر الرابع من عناصر المناخ الضغط الجوي وأخيرا التساقطات فهذه السحب المتراكمة والمتكاثفة فوق الجبال والتلال والسهول والهضاب ماذا يحدث لها؟ تعطينا أمطارا وثلوجا حسب درجة الحرارة إذن هذه هي عناصر المناخ الحرارة الرطوبة والتكاثف الرياح الضغط الجوي والتساقطات نذهب الآن للتعرف على دورة الماء ومراحل تكون الأمطار والثلوج كما نلاحظ في الصورة فالبحر فيه مياه تتعرض لدرجة الحرارة هذه الحرارة تصل إلى درجة كبيرة فيتحول الماء إلى بخار وهذا ما نسميه بالتبخر يسعد البخار إلى الجو في مناطق مرتفعة فيحدث له تكاثف بفعل درجة الحرارة المنخفضة فتتكون لنا السحب تأتي الرياح فتأخذ هذه السحب إلى مناطق متفرقة وأساسا إلى مناطق جبلية مثل التي تشاهدون الآن عندما تتعرض هذه السحب لدرجات حرارة منخفضة جدا يحدث تساقط الثلوج وهناك أيضا سحب تتساقط منها أمطار هذه الثلوج التي تسقط على الجبال والأمطار أيضا تتحول إلى مياه جارية تنساب نحو البحر مرة أخرى إذن هنا نأتي على نهاية دورة الماء وهكذا هي الحال دائما وأبدا نبدأ الآن بالتمرين الأول من تمارين هذه الحصة تحض جيدا الرسم أدنى هو رسم يبين مراحل تكون الأمطار والثلوج نحاول في هذا التمرين وضع مراحل تكون الأمطار والثلوج على الرسم في مكانها المناسب المراحل هي كما هو مبين على اليمين التبخر التكاثف تساقط الأمطار والثلوج الإنصهار وجريان المياه أوقف الآن هذا الفيديو لكي تجيب على هذا التمرين نمر الآن إلى تصحيح هذا التمرين المرحلة الأولى هي مرحلة التبخر وهي مرحلة يتعرض فيها الماء الموجود في البحر أو النهر أو المحيط إلى أشعة الشمس مما يرفع درجة حرارته فتتصاعد إلى السماء أبخرة الماء هذا البخار الذي يصادف منطقة باردة في الأعلى يتحول إلى سحب وهذه المرحلة تسمى التكاثف هذه السحب يتم نقلها بواسطة الرياح إلى مناطق جبالية فتتساقط الأمطار والثلوج هذه الأمطار والثلوج تنساب من على مجال توجد في أعلى الجبال والهضاب مما يؤدي إلى جريان هذه المياه بعد انصهار الثلوج إلى البحر والنهر وهذه هي دورة الماء كما شاهدتم نمر إلى التدريب الثاني أقرأ ثم أملأ الفراغ بما يناسب لدي أربع كلمات على يصار الصورة وهناك نص تنقصه هذه الكلمات سوف نملأ الفراغ الكلمات المذكورة يتكاثف أمطار الشتاء تتبخر نبدأ في الإجابة في فصل في أي فصل تنخفض درجة حرارة الجو أحسنتم في فصل الشتاء تنخفض درجة حرارة الجو وتحت تأثير أشعة الشمس نادى يحدث للمياه ممتاز تتبخر المياه ويسعد البخار إلى الجو ثم نادى يحدث للبخار المتصاعد إلى الجو ممتاز يتكاثف ويكون سحبا تتحول بدورها إلى أمطار وثلوج أحسنتم الإجابة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر وفصل الرابع الجملة الأولى النهار أطول من الليل في أي فصل يقول النهار أطول من الليل نعم في فصلي الصيف أحسنتم تتساوى مدة الليل والنهار في أي فصل أو في أي الفصول تتساوى مدة الليل والنهار ممتاز في فصل الخريف وفي فصل الرابع تتساوى مدة الليل والنهار الليل أطول من النهار في أي فصل يكون الليل أطول من النهار ممتاز في فصل الشتاء في فصل الشتاء يكون الليل أطول من النهار نعيد قراءة التمرين من الأول النهار أطول من الليل في فصل الصيف تتساوى مدة الليل والنهار في فصل الخريف وفصل الربيع الليل أطول من النهار في فصل الشتاء ممتاز ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اربط كل عبارة بما يناسبها هناك عبارات على يميني وهناك ما يناسبها على يصاري تتعامد أشعة الشمس على النصف الشمالي لكرة الأرضية تتعامد أشعة الشمس على النصف الجنوبي للكوكب الأرض تتساوى مدتا الليل والنهار حينما يكون الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إذن هذه عبارات نبحث عن ما يكملها ويناسبها على اليصار وذلك بوضع سهم للربط في فصلي الخريف والربيع يكون الشتاء في نصفها الشمالي فيحل في النصف الشمالي فصل الشتاء فيحل فيه فصل الصيف نقرأ بتأنن العبارات لكي نتعرف عن ما يناسبها ونربطها به تتعامد أشعة الشمس على النصف الشمالي لكوكب الأرض فماذا يحدث فيحل فيه فصل الصيف أحسنتم تتعامد أشعة الشمس على النصف الجنوبي لكوكب الأرض فماذا يحدث فيه فيحل في النصف الشمالي فصل الشتاء لأن أشعة الشمس تعامدت على النصف الجنوبي إذن سوف يكون في النصف الشمالي فصل الشتاء تتساوى مدتا الليل والنهار في أي فصل تتساوى مدتا الليل والنهار في فصل الخريف والربي حينما يكون الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يكون الشتاء في نصفها الشمالي طبعا ممتاز لقد أنهينا التمرين الرابع وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لدعم درس التقصي والمناخ وشكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم نهارا سعيدا دمتم في رعاية الله إلى حصة مقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة